بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنظر من اتبع الذكر ورسي الرحمن بالغيب فبسروا بمغفرة واجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآسارهم وكل شيء أصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصعاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزسنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا مسل مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تضيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضائركم ما كم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسأى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر الله دون أني سفاعتهم سيئا ولا ينكذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون كيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الكرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمره وما عملته أيديهم أفلا يسكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والسمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لستمت ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حمدنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نسأ نوركهم ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا كيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحموه وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا كيل لهم أنفقوا وإذا كيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وعن الرعيم من لو يساء الله أرعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيئة واحدة تأخذهم وهم يغسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا مقدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سون فاكرون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم آهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن يعبدوني آذات مستقيم أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نقفم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نساء لضمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نساء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكزه في الخلق أبلا يعكلون وما علمناه السعر وما ينبهي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم جروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومسارب أفلا يسكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نرفة بيذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الإظام وي رميم قل يحييها الذي أنساها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توكدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاك العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اشتركوا في القناة